أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلابي طلاب اللغة والأدب السنة الثانية في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي الثاني كنا قد وصلنا أعزائي الطلاب إلى المقارنة وهذه المقارنة الثانية التي سنقوم بها حيث سنقارن بين قصتين قصيرتين وأذكر بأن المقارنة على شكل خطوات فتبدأ بالمقدمة حيث تكتب جملة عن فن الشعر ثم أبرز الأمور التي ستتعرض لها في المقال ثم بالفقرة الثانية تتحدث عن التشابه بالعملين من حيث الفكرة ثم الاختلاف بين العملين من حيث الفكرة ثم الاستنتاج وبعد ذلك تذهب إلى التشابه بين العملين من حيث اللغة والمحسنات وأقصد باللغة، الطباق، الجنات، الترادف، التكرار والربط بالاستعارات، التشبيه، الكنايات ودعم ذلك بأمثلة من القصيدة ثم تتحدث عن الاختلاف بين العملين في اللغة والمحسنات البديعية وأثر ذلك على المتلقي ثم تختم بخلاصة القول ورأيك بالعملين وأيهما تفضل هذا أو هذا وماذا تعلق ثم سننتقل إلى الوحدة الخامسة وهي الوحدة الأخيرة من كتاب اللغة والأدب وهي فن القصة تركز هذه الوحدة وهي بعنوان خطوات على الغيم على الإبداع وأرى أن عنوانها يتصل الاتصال وثيق بالمفهوم الرئيس فيها الإبداع فنسافر أو نحلق على الغيم عندما ننطلق في زماننا ومكاننا ونعبر عما حولنا أما المفهوم ذوصلة هو الإطار العام، الزمان والمكان، التعبير عن الذات، السياق العالمي، التوجه من حيث الزمان والمكان، الحدود عبارة الاستقصاء، الإبداع تعبير ذاتي يتخطى حدود الزمان والمكان لا يستطيع أي شخص مننا أن يكتب قصة في غاية الإتقان والإبداع إلا إذا كان مبدعا وتحلى بكتابة عناصر القصة بأنواعها التي سنقوم بشرحها والتي سأتطرق لها الآن الموضوع الأول الذي سنركز عليه هو مفهوم فن القصة فن القصة هو فن أدب إنساني محبب وله عناصر مختلفة وتصاغ القصة بأسلوب راقي يتنوع ما بين السرد والحوار والوصف وفقا لمراحل الحوادث والشخصية سنتطرق أيضا إلى أنواع القصة فأنواع القصص من حيث الحجم والشكل أمامنا الرواية وهي أكثر القصص حجما تتعدد فيها الأحداث والعقد أما الأقصوص هي أصغر القصص حجما والقصة القصيرة تتكون من قصة واحدة ذات عقدة واحدة لأحداث متعددة وشخصيات قليلة لا تتجاوز عدد الأصابع الخمسة أما أنواع القصص كما ذكرت من حيث المضمون هناك الحكايات الشعبية القصص الاجتماعية وأيضا أمامنا قصص تطلق على ألسنة الحيوانات فأقول مثلا أنها قصص الحيوان قصص الخيال التاريخي القصص الوطنية وأذكر بعائد إلى حيفا قصص المغامرات والبيئة الزمانية وأذكر أيضا بأن عناصر القصة كثيرة منها الموضوع ومنها فكرة القصة وهي وجهة نظر القاص لذلك قبل قليل أذكر بيئة الإبداع والزمان والمكان الحدث العقدة العقدة المفكمة والعقدة المفككة وأقصد بينهما العقدة هي فن ترتيب الحوادث وسردها وتطويرها وأنواعها المفكمة والمفككة المفكمة تقوم على حوادث مترابطة متلاحمة تتشابك حتى تبلغ الزروة ثم تنحل أول عقدة المفككة هنا يورد القاص أحداث متعددة غير مترابطة برابط السببية وإنما هي حوادث ومواقف وشفصيات لا يجمع بينها سوى أنها تجري في زمان أو مكان واحد الموضوع الأول الذي سنتطرق له هو قصة العم صالح سنقوم بقراءة هذه القصة سوية والتعرف على عناصر القصة فيها وكتابتها على الدفتر بعد أن نقشنا عناصر القصة ثم نتعرف إلى أبرز المفردات فيها ونستخدمها في تركيبنا ثم نتعرف أبرز القيم المستفادة من هذه القصة ولا بد أن نقيم فهم المقروق من خلال الإجابة عن أسئلة مرتبطة بالقصة أيضا أذكر أننا سنقوم بشرح درس في مادة الدراسات الاجتماعية لذلك عليكم الانتقال أعزاء الطلاب لصفحة المادة والتعرف على موضوعات الدرس التي سيتم التركيز علينا كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنركز عليها خلال الأسبوع الرابع عشر أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة صبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير ترجمة نانسي قنقر